صباح اي فل على كل حبائبنا الاهلوية معكم احمد عصام من ملعبنا الاهلي والسلام وحلقة جديدة من برنامج يلا يا اهلي ماتش النهاردة ان شاء الله سيكون قدام الزمالك الساعة 9 ونص بالليل على استاد القاهرة في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز الحقيقة هناك ضغط مباريات رهيب جدا نلعب تقريبا كل ثلاثة يام مباراة وبالنافس هناك خمس بطولات ثلاثة تشغلين فيهم لحد دلوقتي وفيه اتنين تقريبا اتناسوا اللي هما السوبر المصري وكمان السوبر الافريقي من كتر ضغط الماتشات ما تحددش معادهم لحد دلوقتي سواء من اتحاد الكورة او من اتحاد الافريقي لكن فرقتنا مكملة رغم الغيابات وضغط المباريات الكبير ده يلا بينا فرينا بيدخل ماتش النهاردة هو في المركز الرابع بعد الزمالك المتصدر بفرق ست نقاط الزمالك متصدر برصيد تلاتة وتلاتين نقطة واحنا في المركز الرابع برصيد سبعة وعشرين نقطة لكن احنا متأخرين عنهم بتلات مباريات كاملة مؤجلين غير ماتش النهاردة ماتش النهاردة بقى مشكلتنا في ايه؟ مشكلتنا في الغيابات الكتير جدا عندنا تقريبا تشكيل كامل من اللاعبين الغيابين على رأسهم طبعا محمد الشيناوي افضل حارس في مصر وفي قارة افريقيا في الوقت الحالي محمد الشيناوي للأسف عنده كورونا ونتمنى يعني شفاءه وان هو يقوم لنا بالسلام ان شاء الله وغير كده في بقى تقريبا تشكيل كامل من اللاعبين الغيابين منهم محمد هاني وعلي معلول وياسر ابراهيم وكمان في نص الملعب حمدي فاتحي وجونيور اجاييه وقايمة طويلة جدا من الغيابات سواء اللي لسه مصابين حديثا او اللي عندهم اصابات طويلة زي محمد محمود وكريم ندفد اللي غايبين بقى لهم فترة طويلة جدا عن الفريق لكن كلنا ثقة في فرقتنا النهاردة ان احنا ان شاء الله نعمل مباراة كبيرة في اول ظهور للقطبين منذ مباراة القرن والنهائي اللي حسموا النادي الاهلي بالقضية نهائي دورة ابطال افريقيا اللي كان يوم 27 نوفمبر اللي كتير من جبور النادي الاهلي بيعتبر المنافسة بنا خلاص انتهت بعد المباراة دي اللي حسمناها اللي الحقيقة قدمنا فيها مباراة كبيرة جدا وقدرنا نكسب اللقب التاسع في تاريخنا واللي غير حاجات كتير جدا 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 بنا وبين الزمالك منا قط اللبس اللي اتغيرت دي والملعب اللي بتاعه اتغير ده غير كمان بطولات كتير بتاعتنا باقينا تسع بطولات تدوري ابطال افريقيا وهما رصدهم لسه زي ما هم خمسة من ساعة اخر تتويج كان من فترة كبيرة جدا مش فاكر كان من امتى تقريبا لو حد فاكر يقرس الكومنتات انا مش فاكر الحقيقة وكمان حاجات كتيرة اتغيرت تاريخ مشاركاتنا في كاس العالم للاندية زاد لست مشاركات وكمان الميداليات زادت لي ميداليتين برونز اخرهم طبعا كانت في كاتر في البطول الاخيرة اللي قدمنا فيها اداء قوي جدا وقدرنا نمثل فيها قارة افريقيا خير تمثيل وانفوز بالمركز التالي طب النهاردة ايه اللي ممكن يحصل وممكن نشوفه في المباراة طبيعيا هنشوف تعديلات كبيرة جدا في التشكيل من مستر بيتسو موسيماني اللي الحيابي يعني النهاردة مباراة هتكون صعبة عليه بعد ملعبنا مطش النصر الاخير في مسابقة كاس مصر وقدرنا نكسب اثنين واحد كان بصعوبة كده شوية كان الفرقة فيها تعديلات كبيرة جدا في التشكيل لكن قدرنا نحسم المباراة بالخبرة في النهاية وهدف لولتر بواليا العائد للتسجيل مرة اخرى ونتمنى له كل التوفيق ان شاء الله وكمان وليد سليمان سجل ومستر بيتسو تطمن عليه اللي يعني تعرض لإصابة كفيفة كده في مطش النصر ومش عارفين موقفه النهاردة نتمنى ان شاء الله يكون سليم لان وليد سليمان من العناصر المهمة جدا وعناصر الكبرة اللي كانت غيبة عن مباراة القادية لكن نتمنى يكون موجود النهاردة ان شاء الله طبعا لو هنتكلم على تاريخ المشاركات او المواجهات المباشرة بيننا وبين الزمالك مطش النهاردة هو المواجهة رقم مية واحد وعشرين في مسابقة الدوري في المية وعشرين مواجهة اللي قبل كده قدرنا نكسب كمسة واربعين مرة وتعدلنا سبعة واربعين مباراة وبالنسبة بقى لمواجهات الشهر الكريم فالنهاردة بنرجع نلعب ثاني مباراة كمة في شهر رمضان لأول مرة من تقريبا ثمان سنين لعبنا قبل كده اربعتاشر مباراة كمة في شهر رمضان والنهاردة المباراة رقم خمستاشر في الاربعتاشر مباراة اللي قبل كده كسبنا النص كسبنا سبع مباريات واتعدلنا في اربع مباريات واخسرنا ثلاثة بس نتمنى النهاردة ان شاء الله ان فرقتنا تكمل ارقامها المميزة قدام نادي الزمالك سواء على المستوى الافريقي او على المستوى المحلي او حتى على مستوى شهر رمضان ونشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة ويلا اه